يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وستة وخمسين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون وثمانية وتسعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وسبعة وستين ألف شخص يشدد الفريق الوطني الطبي طبعا على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية